بحسن نية لكن بسقف توقعات منخفض أو متواضع أمام برنامج نووي إيراني طموح وعدائي تذهب واشنطن عبر ممثلها روبرت مالي إلى فيينا في مسعى لإحياء الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في عام 2015 لكن العودة إلى فيينا بعد فشل جولة الدوحة في شهر يونيو الماضي تحمل تساؤلات عدة عن أي اتفاق سيتم إحياؤه فإيران لم تكتفي بتقويض الاتفاق النووي وفق الوكالة الدولية بل لجأت إلى خطوات نقلت برنامجها النووي إلى مستويات متقدمة عبر ضخ الغازي في مئات أجهزة الطرد المركزية من الجيل الجديد وتقييد عمل المفتشين الدوليين والحيلولة دون أي رقابة على المنشآت النووية ووقف تشغيل كاميرات المراقبة إلى جانب منع نقل البيانات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأهم وهو فشل إيران في توفير إجابات عن أثار اليورانيوم في عدد من المنشآت النووية وإحجامها أيضا عن تقديم إضاحات عن طبيعة البعد العسكري في منشآت مغلقة أهمها منشآة فوردو لكن الأوروبيين وإن غابوا عن الجولة فمقترحاتهم حاضرة على الطاولة مسؤول المفاوضات إنريكي مورا أشار إلى أن المحادثات ستركز على أحدث مسودة قدمها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيم بوريل جهد أوروبي تدعمه واشنطن التي تراهن بدورها على الوقت وإن كان سينفذ لمعرفة مدى استعداد إيران لعقد الاتفاق بانتظار ما ستسفر عنه جولة فيينا الأكيد أن نافذة التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة باتت ضيقة جدا وخصوصا أن التساؤل الأساسي هو أي اتفاق نووي سيتم إحياؤه بعد أن قلصت إيران المسافة نحو قنبلة نووية تقول إنها قادرة على بلوغها لكن لا تريدها موسيقى